مصير غامض يواجهه المهاجرون العراقيون العالقون على حدود بيلاروسيا وبولندا منذ أسابيع هذه المشاهد القاسية لاقت ردود فعل محلية أوروبية للمطالبة بإنهاء هذه المعاناة بدرجات حرارة منخفضة تصل ما دون الصفر يواجه مهاجرون عراقيون مصيرا غامضا على حدود بيلاروسيا وبولندا فهم يمرون بحالة يرثى لها بلا طعام أو شراب ولا يجدون ما ينامون عليه مما جعلهم يفترشون الأرض رغم هذا البرد القارس بعد هذه المشاهد القاسية قررت الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن رعاياها العالقين هناك كان أولها تخصيص 300 مليون دينار لصرفها على العراقيين في تلك البلدان الأوروبية وإعادتهم طوعا إلى العراق وأخرها صحب رخصة عمل القنصل البلاروسي الفخري في بغداد وإيقاف رحلات الطيران المباشر بين العراق وروسيا البيضاء في خطوة تسعى الحكومة من خلالها حماية العراقيين من شباكات تهريب البشر هذه الإجراءات تبعها إجراء من قبل سلطة الطيران المدني التي أوقفت بدورها بيع التذاكر لمنع السفر إلى بلاروسيا عبر تركيا لحامل جنسيات العراقية والسورية واليمنية حتى إشعار آخر قرارات لا قد ترحيبا من المفوضية الأوروبية التي أكدت ضرورة انخفاض الرحلات الجوية إلى الصفر من أجل إيقاف معاناة آلاف المهاجرين المحاصرين بين بلاروسيا وبولندا فتواجدهم شكل توترا بين البلدين فكلاهما نشر قواته الأمنية على الشريط الحدودي دون أن يأبهوا لمصير المهاجرين الذين يواجهون البرد والجوع والمرض والمعاملة السيئة من الجميع اشتركوا في القناة